أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية وخلال اجتماع عقدته الهيئة برئاسة المستشار وليد حمزة أشارت الهيئة إلى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشفها منذ بداية الاقتراع حتى نهايته وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها كما استكمل مجلس وإدارة الهيئة مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات والإعلان عن موعدها قريبا في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي تم تحديدها في هذا الشأن إلى ذلك وقعت الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد بهدف تنظيم وتسهيل عملية نقل مواد ومستلزمات العملية الانتخابية في عموم الجمهورية من خلال هيئة البريد